السلام عليكم اخواتي ورحمة الله وبركاته ونهار جديد ان شاء الله اليوم سنشارك معكم واحد الكيك المعتمد عندي ويجي رائع كي يجي يغزي بزاف ويعجب الوليدات كي يجيب واحد الهشة واحد طريقة اللي هي سهلة وبجوج بيضات مقادرية بسيطة كيفما كتشوفو وكنديروا لاصوس كنخرجوها من العجين دي اللاكيك وتبعوا معي الفيديو حتى تشوفو كيفاش كتجي لطورة تبارك الله ما شاء الله كتجي رائعة كيفما كتشوفو معي ندرتها في هاد المول عجيب شوفو تبارك الله كيفاش كتجي طالعة كتجي هشة كتجي رطباق كتجي غزالة بزاف والمقادر كيفما كتشوفو اللي هي بسيطة بجوج بيضات كاس حليب كاس زيت كاس سنيدة وعندي الشوكولات كاكاو وعندي الشوكولات حبيبة كيبقى اختياري عندي جوج خمارات عندي الدقيق كيفما كتشوفو غ walked in verde فو الإاضافة налوجاي اهiv الگادي اختيار Sienna dida والحليب كاس كاس العنبة كيفما كتشوفو وغاد اختياري، وغاد اختياري موحد جوج المعاليق هنا عادي مش οι غاد опять جوج جوج ملك مسيبة بايش غاد انصصو منها بايش غاد ينتهنو، او بايش غاد ينتسقيه الكيك ديانه غاد ندئ لحد جوج معاليق ملؤ كيكضي ملكو من شيوها Никواج او لجوجون dyال μشاوكولات كاكاو ونضيف لهم الفاني باش غادي نسم هذك السوس شوكولة لاننا غادي نقصوه منها كنجيبوا حط الرب كيف ما كتشوفوا الكهربائي وكان بقى نطلع هذك كايا كيف ما كيبال لكم في اللولة كجيكم جارية كان بقى بحالها كدير الباتور هكايا في الخالط وكان بقى نطحن مزيان ما كان وقفوش نهائيا غادي نشوفوا معايا كيفاش غادي يطلع علينا الكريمة او لا السوس الشوكولة شوفوا كيفاش دباب ديسك اتقال كنحطوه كنزقوش من من طحين كنزقوش من الخالط باش كتطلع لنا ديك الكريمة ديالشوكولة شوفوا هاي بدسك اتقال كجي رائعة هات السوس الشوكولة من بعد ما كطبينا الكيك كنا كنسقيوها بها كجي رائعة بزاف يعني كنسقيوها منها شوفوا دابا وايا الخالط ديالعقاد غادي نجيب واحد الكاس من هذو كل درس فيهم الساني ذا وغادي نقص واحد جوجة المعالق وغادي نحتافظ بهم نخليهم على جنب حتى كتطيب الكيك وهو ما باش كنسقيو او لباش كندهنو هذيك الكيك ديالنا كجي رائعة بزاف بزاف صافي هنا من بعد ما نقصدوك جوجة المعالق غادي نضيف جوجة البيضات حرارة المطبخ صافي وغادي نطلعهم هكاية صافي وغادي نضيف دابا كيف ما قلت لكم جوجة خمارات احنا عدنا هنا الخمارة فيها 15 القرام كندير وعير واحدة اما في المغرب كتدار جوجة خمارات احنا الخمارة فيها 15 القرام صافي هنا كنبدأ نضيف الطحين تدريجيا دابا ضف ثلاثة لما اربعة لما ارقع فون وغادي نضيف معاهم هذيك الخمارة اللي فيها 15 القرام وغادي نضيف طحين تدريجيا حتى كنحصل على وحد الخالق اللي هو ما قاسحش وما ما نخوفش إلا خلينا قاسح كتجيب كيك ناشفة وإلا درناها جارية كتحبط لنا ما كتجيش كيك طالع زوينة هنا يولى خمسات المعالق اذا بغادي نزيد هكاية 6 وكان بقى كل مرة وانا كنزيد معلقة وكنطلع وكنشوف نزيد دابا كيف ما كتشوفوا المعالقة السابعة وانا كنطحن وانا كنشوف الخالق كيف ما كيبال لكم ما زال باقي خاصني الطحين زدت المعالقة 8 وانا كنخلط وكنهزها كالباطر وكنشوف واش القاوام هو هذيك لما زال صافي غادي نزيد المعالقة التاسعة كنطلع بحال هكاية وكيف ما كتل لكم كنهز وكنشوف صافي دابا انا حصلت على واحد القاوام اللي هو انتماسك يعني ما مرخوفش وما قاسحش كيف ما قلت لكم اللي كان الكيك نديره في العجين قاسح كتجين على ناشفة ما كتجين مفزرة ما كتجين جزوينة وانا كتجين جاري من اللي كان نخرجها كتنزل هنا هذي اضافة هذي لحس الشوكولات كتبقى اختيارية ماشي ضرورية ولكن كتجيزوينة هندير واحد جوج معالقة انها كتعجب الوليدات هذي الكيك هذي حضرتها ان واحد ولت صاحبتي كي حماق على هذي الكيك يلديت عندهم وكانوا جايين عندي اللي خلف عليهم وقلت غادي نديرها باش غادي اياكل كتعجبه صافي هنا جد المون العجيب دهنته بالزبدة ودهنته بالطحين وكنهز الخريط بحالها كالفوق وكنخوي في الواسط من الأحسن تهزي من يتبغي تخوي الكيك تهزي ايدك الفوق عده كتخويه باش كتجيك الكيكة ناجحة المئة بالمئة وغنوريكم حتى الطريقة ديال الطياب ديالها كيفاش كنطيبها صافي كيفما كتشوفوا ضفت العجين كامل النايف الفران غادي عندوز نشعله معاكم وغادي تشوفوا انا عندي الفران انه كي يعدو البروغرام ديال الكيك كيفما كيب عليكم كنمشي الى الفرن ديال السيزي يامسونس كنمشي الستاك كنبرك كيعطيني البروغرامات كيفما كتشوفوا الدجاج الكيك الخبز البيتزا والطورطة هاي اعطاتني مني بركت عليها اعطاتني في الدراجة ديالها مئة وسبعين في الطياب ديال الكيك الاخوات اللي كيقولك حل الدراجة ديال الفرن باش نطيب الكيك باش يصدق لي كنا نشعله الفوق والتحتية كتعطي البروغرام ديالها صافي كننديرها في الواسط ما هي الفوق ما هي التحت وكنخليها كيفما قلت لكم مئة وسبعين باش كنطيب الكيك يعني احتى الفرن العادي تدري فيه مئة وسبعين باش كيك كتنفخ على خطرها وكتطيب ماشي اللي جهتي ليا الفرن كتتحرق وكتبقى خضرة هنا يا عندي البنية الفريز كيفما كتشوفوا غادي اللي سانيدون نطيبه فوق الفرن وفوق العافية وغادي نطحنتي ولي عندي صوص هنا من بعد ما طابت عندي الكيك شوفوا كيفما باش بارك الله مشاء الله طلعت باش كنجربوا ان الكيك ديالنا طيبة من الداخل كنجيبوا واحد الموس كننقلبوها بحلقة كيية من جنبوش لاسقة ما لاسقاش ومن الوسط طلع الموس ناشفر الكيك ديالنا طيبة صافي هنا غادي نجيب هذه الشبكة من الاحسن دائما نحطه الكيك فوق شبكة باش ما تعرج لنا من الاحسن صافي وكننحي ديالنا بسهولة كيفما تشوفوا معايا عندما وهي بقى سخونة هكا نجيب السوس شوكولة وكنبدأ نذهنها شوفوا كيفما تشوفوا من اللي كتكون هي عاقدة السوس الشوكولة ولكن من اللي نحطها على الكيك ديالي وهي سخونة يعني الكيك سخونة تدوب السوس وكتشربها كجي رائعة بزيف بزيف انتمنى نجربوها أنا صراحة كما قد لكم ما فيه مقادير وكتدهنيها باش ما بغيتي يعني كتزوقي باش ما بغيتي كيبقى أخشياري أنا اليوم اختاريت أنا غادي ندير لها الكريمة وندير لها الفريز من الوسط باش غا نعمر هاد الموض العجيب كفكرة أما بالنسبة لكم تومة كتدير وعير لباط ديال الكيك بهذا الطريقة هذي وتزيين كيبقى اختياري ممكن ندير يفمول عادي ممكن تدير يبحل هاد طريقة هذي كفكرة أنا شاركتها معاكم جايين عندي كيف مع قهيوة كجيزوين هموية صراحة وكيف ما قلت لكم الوليدات تعجبهم الكيك دير الشوكولة صافي دابا من بعد ما دهنت ها ها كاية عن حي ده اسم ديال سيليكون صافي وغادي نجيب للكوكا أو اللوز مهرمش اللي عندكم وكن نبدأ ندير بحال ها كاية في الجوانيب نبدأ نعرض ايدي باش مهرمش للكوكا في الارض بحال هالطريقة هذي وهذا كصوص يلسق على هذي كيك وكي سبحان الله كتتولي معلكة كتولي زوينة بزاف بزاف كيشرب هذا كصوص كتشربها محدة هي بقى سخونة بلنا ما شي بتتتبرد وعادة ندهنوها بكصوص نجبدوها مباشرة من الفرن كنت هنا بدأ بكصوص اللي احنا خليناه صافي كيفما كتشوفوا غدا نحاول ما امكان انني ننقد ها كاملة باش زعم ندير فيها هذك الكون كاس وكيفما قلت لكم ندير واحدة كعادية تدير لها كوكا ولا اللوز ولا ذا رقائق اللوز ولا كيفما شوش هن عندي البنات الكريم الكريم شونتي اللي طلعتها صافي وكان نزوق هكا كيفما قلت لكم كفكرة ممكن تكتاف في وعير بهذا الكوكا ولا باللوز وتتعمر من الداخل بالكريم الكريم باتيسيا ولا تدير كيفما قلت لكم العادي يبقى الاختيار مهم المقادر الكيكرا رائعة بزاف من بعد ما طيبت هذك الفريز كيفما كان تشوفه طحنته واخويته في الواسط هنا كان تبقى الكريم قلت ممكن لاش الضيع درت هكا من الفوق بلا من ضيعوها صافي لبنائج ومن هنا سنكمل ها سندخل لتلاجة سنجعل ها جو سواء لما حتاجتها من وراء الغضاء ونشارك معكم الطبيلة ونشارك معكم النتيجة النهائية كيفما رائعة بزيف وكيفما قلت لكم بطريقة بسيطة وسهلة هنا من بعد قيشة القوتي وحطيتها وكيفما قلت لكم الدريح مقوع لها صافي كيفما تشوفوا صاحب تايي لك تقطع فيها شوفوا كيف هكذا تجي تجي رائعة وهشة ودوك الحوبيبات للشوكولة فيها تجي فنة يعني تجي شيء صراحة راقية وزوينة بزيف بزيف والمضاق منع وش لكم احد البريري دي الات يدوز نوحد لوقية زوين جو عندي الله يجي هم الخير ولكبر ولكبر بيهم وكيفما تشوفوا معايا هدية الطبع لدي القوتين اتمنى ان شاء الله هدى تجربوها شوفوا صاحبتي كتبولي يعني تعطيني لايك تمنى تجربوها وتعطيني اللايك تشوفوا تبارك الله كيفاش كتجي كتجي غزالة بزيف وأكيد إلا جربتوها ما غتتندموش عليها أنا متأكدة أنكم غتبلي معتمدة عندكم لأن كتجي صدوين ولك لها كي يسولك عليها كيفاش درتي لها كيفاش المقادر ديالها وكتجي رائعة بزيف بزيف وكنشارك معاكم هي اللي حطيت وراكم عارفين أتيح لي ودك شي ديال تخير بيقات وصاف